أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اليوم بدأ وجومها لاستعادة مديرة الرقة السورية من قمضة داعش مطلع الصيف يتذلك فيما بدأت صباح اليوم عملية خروج الدفعة الثانية من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي برزة في دمشق باتجاه الشمال بدأت صباح اليوم عملية خروج الدفعة الثانية من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي برزة في دمشق باتجاه الشمال وذلك في إطار تنفيذ اتفاق يقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في الحي تمهيدا لعود جميع مؤسسات الدولة إليه وبدأت حافلات تقلوا الدفعة الثانية من عشرات المسلحين الرافضين لاتفاق المصالح في الحي وبعض أفراد عائلاتهم بالخروج من مطلق برزة باتجاه الريف الشمالي ومن المقرر أن تستكمل عملية خروج المسلحين على دفعات متتالية خلال الأيام المقبلة حتى إخلاء الحي بشكل كامل من جميع المظاهر المسلحة إضافة إلى تسويت أوضاع باقي المسلحين في الحي وفقا لمرسوم العفو الرئاسي وشهد الاثنين الماضي خروج الدفعة الأولى التي ضمت عشرات المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من منطقة برزة باتجاه الريف الشمالي ميدانيا حقق الجيش السوري تقدما باتجاه نقطة التنف الحدودية مع العراق في سعيه للسيطرة على هذه الحلقة الرابطة بين سوريا والعراق فيما تهدف العمليات إلى تأمين الحدود السورية العراقية بالكامل من الجهة السورية وبالتعاون مع الحكومة العراقية من جانبها أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة بدء هجومها لاستعادة مدينة الرقة السورية من قبل الدايش مطلع الصيف المقبل وقال مسؤولون بقوات سوريا الديمقراطية أنه لن تشارك أي قوات أجنبية في المعركة المرتقبة مشيرين إلى أنه سيكون هناك دعم عسكري يتمثل بأسلحة متخصصة وعربات مدرعة من واشنطن كمواعدة الإدارة الأمريكية